برحب بحضراتكم مرة تانية وخليني أقول لكم الأخبار الحلوة الحقيقة أنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليويفا أعلن النهاردة عن المرشحين لدخول الفريق المثالي ليويفا في 2020 ترشيحات كتير الحقيقة على كل الـ positions يعني قط الوسط والهجوم والدفاع وإحراسة المرمى بس عشان وقتنا اللي همنا طبعا أن محمد صلاح من المرشحين طبعا فخط الهجوم إحساس جميل ومشرف ويدعو للفخر أن نشوف طبعا محمد صلاح مع أسماء كبيرة طبعا زي رونالدو وماسي وغيره طبعا كثير وزي ما حضرتكم عارفين برضو صلاح من المرشحين لجائزة The Best الأفضل في العالم ونتمنى أنه هو يكون بينفس عليها بقوة وياخدها إن شاء الله يا أحمد صحيح صحيح أنا بكلمة على أسماء تقيلة زي ما أنت قلت ليفندوسكي لوكاكو ساديو ماني مبابي رونالدو ميسي نيمار صلاح رحيم ستيرلينج إحساس كبير طبعا بالفخر أنك أنت تشوف اسم لعب مصري وسط الأسماء دي كلها والحقيقة يمكن يكون واحد كمان من أفضله كل التوفيق للعباتنا النهاردة لغاية اللحظة يمكن بنتبع مباراة الزمالك والطلاع والنتيجة ما زالت تعادل في انتظار الفريق الفائز والمتأهل النهائي كاس مصر وإن شاء الله بإذن الله التوفيق يكون حلفنا النهاردة كل التوفيق للنادي الأهلي أمام الاتحاد وإن شاء الله بإذن الله يكون تأهل نهائي كاس مصر خطوة للجمع بين بالسلاسية بشكر حضراتكم على المتابعة بشكرك يا سارع على حلقة النهاردة بشكرك يا أحمد وبشكر حضراتكم وطبعا في الستوديو التحليلي قبل المباراة مع كابتن أيمن شوقي وإن شاء الله نتمنى فوز المارد الأحمر النهاردة ونشوف حضراتكم في حلقة جديدة بكرة من برنامج السادس